أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في سؤال كتير كتير مهم ودائما أسأل عن هذا الموضوع لماذا اختار يسوع أو لماذا ذهب يسوع المسيح إلى الجليل بعد قيامته ألم يكن ممكنا أن يكون أكبر عدد من الشهود في أورشاليم أو ممكن يفهم اليهود أنه قام من بين الأمواد هذا سؤال كتير كتير مهم احنا بنعرف أنه لما يسوع المسيح كان بيتناول عشاء الفصح مع التلميذ وهو قال ولكن بعد قيامه أسبقكم إلى الجليل وبتشوف هذا الشيء في إنجيل متى وفي إنجيل مرقص بشدد عليه سواء في العلية لما بيشجع بطرس الرسول عندما قال للتلميذ كلكم تشكون فيا وطبعا بطرس قال وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك أنا معاك لا الموت وبعدين طبعا قال لبطرس أنه رح ينكروا لكن رح يشوفوا أو يقابل في الجليل ونفس الشيء بعد القيامة كانت رسالة الملايكة للمريمات منهم مريم المجدلية أنه يروحوا ويخبروا التلميذ أنه المعلم أو الرب يسوع المسيح رح يسبقهم إلى الجليل هذا كان مهم جدا أنه التلميذ يروحوا للجليل لعدة أسباب السبب الأول أنه ابتدأت دعوة التلميذ لاتباع يسوع المسيح كانت بالحقيقة في الجليل وعندما أقول في الجليل أي معظم المنطقة حول بحيرة طبرية فالجليل تعتبر مدرسة المسيح تعتبر مدرسة التلميذ والتدريب لهؤلاء الذين دعاهم يسوع المسيح أغلبهم صيضي سمك ولكن جهزهم أهلهم أن يكونوا أتباع وأن يكونوا تلميذ وأن يكونوا أيضا رسل ليحملوا رسالة يسوع إلى كل أنحاء العالم فكان لازم يرجع إلى المكان الأول اللي اتعرف فيها على التلميذ عند بحيرة طبرية دعاهم لكي يتبعوا شيء تاني وهذا مهم جدا أنه بالحقيقة الغرض لمجيء يسوع المسيح وإعلاناته عن الفداء ابتدأت في الجليل فمثلا من شوف في قيصرية فيليبوس في الجليل الأعلى في الشمال هناك بطرس قال ليسوع أنت هو المسيح ابن الله الحي وابتدأ المسيح لأول مرة يعلن عن الغرض والهدف لمجيء قال ابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة وصوف يسلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم حتى بطرس اعترض على هذا الموضوع وقال له حاشاك يا رب قال له يسوع ابعد عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس فكان شيء مهم جدا ومحدد إعلانات الفداء كانت من الجليل وإذا بتتذكروا بعد قيصرية فيليبوس ذهب المسيح إلى جبل عالي إلى جبل طبور أو جبل التجلي وهناك ظهر موسى وإلية يشجعان يسوع المسيح عن الغرض لمجيء المسيح أن يكمل الفداء في أور شليم وهكذا مرة تلو الأخرى المسيح أعلن عن الغرض من مجيء وهو أعلان الفداء من الجليل ثم أحبائي شيء ثالث ومهم لاحظ أن ظهورات المسيح في أور شليم كانت ظهورات سرية أما ظهور المسيح في الجليل فكان أعلن عندما قام المسيح من الأموات ظهر لمريم المجدلية ظهر للتلمذي عمواس ظهر للتلميذ في العلية وهم مجتمعون لسبب الخوف من اليهود وهذه الظهورات كانت ظهورات سرية محددة مع هؤلاء الأشخاص ولكن كون أنه يظهر المسيح في الجليل فمثلا ظهر على بحير الطبرية في يحنى 21 كان الشيء علني ظهر لأكتر من خمسمائة أخ في الجليل على جبل الجليل وهو يعطي المأمورية العظمى هذا الشيء كان علني وفي إنجيل لوقة إصحاح في لوقة وكمان في أعمال الرسل في أعمال الرسل الإصحاح الأول بيتكلم عن يسوع المسيح كان يظهر ويظهر نفسه مدة أربعين يوم للتلميذ طبعا مبينا من الكتب وشارحا للملكوت الجديد وإعداد وتجهيز التلميذ فكان محتاج أن يكون معهم في الجليل لأن ظهوره في الجليل كان علني ثم الجليل أحبائي هو بلد المسيح فعلا المسيح ولد في اليهودية أي في بيت لحم ومات في أورشاليم في اليهودية وصعد إلى السماء من اليهودية من جبل الزيتون من أورشاليم ولكن أحبائي أغلب حياة المسيح كانت في الجليل عاش في الناصرة وعاش أيضا في حول بحير الطبرية وكان بيته موجود في كفر نحوم بيته أو وطنه التاني وعلى الأرجح كان بيسكن مع بطرس وعائلته وحماته وحماته بدليل شفاءه لحمات بطرس فإذن المنطقة كانت بلد المسيح والمنطقة الشمالية نسبيا كانت هادية عن أورشاليم واضطراباتها ولسيما في فترة الأعياد البعض يقول طب ما هو عادة الناس بتضل في أورشاليم إلى يوم الخمسين لكن تذكر أنه إذا فيه شيء مهم سريع أنه يعني عادة الشخص بيمشي أربعين كيلو في اليوم فالأمر ليس مستحيلا على التلميذ أنه يمشوا أكتر من أربعين يوم يعني يخدوها مسافة أربع إلى ستة أيام يخدوها في يومين أو تلتة أيام هذا شيء طبيعي بالنسبة للمسافرين في تلك الأيام شيء تاني من خلال أنه وجود المسيح في الجليل أو بلد المسيح يا مش بس بلد المسيح كانت بلد 11 تلميذ معدى يهوذة الإسخريوطي كلهم جاءوا من نفس المنطقة يحنى وأخوه بطرس وأخوه نثنائيل كان من قانا الجليل يعني من بلدنا وهؤلاء أحبائي جاءوا من الجليل هناك أحبائي في بلد المسيح شافوا مصداقية دعوة يسوع المسيح رأوا معجزات يسوع شافوا وسمعوا تعليم يسوع كانوا عايشين حياة الشركة مع بعض كل شيء مشترك كان موجود بينهم يعني بكلمات بسيطة المسيح اختار الجليل لأنه قضى أكثر وقت كان موجود في الجليل طبعا شيء ثاني أنه أصلا اليهود مش راح يسمحوا للتلميذ أنه يتكلموا علنا فالتلميذ في أورشليم كانوا مرعوبين كانوا مختبئين في العلية وكانوا أيضا مشتتين مشوشين فإذا الأمر كان لازم يختلي في التلميذ في الجليل وخلي بالك هذا الأمر بقي إلى يوم الخمسين لما انسكب الروح القدس في يوم الخمسين على التلميذ خلاص راح الخوف جاءت الشجاعة والجرأة روح الله كان يتكلم فيهم راحوا لمنطقة الهيكل بطرس كان يتكلم بكلام الله بمجاهرة أنتم بأيدي أثما صلبتموه ولكن الله أقامه ونحن شهود لذلك وبعد يوم الخمسين كانوا يضطهدوا التلميذ كانوا بقاوموا التلميذ حتى ضربوا التلميذ وسجنوا التلميذ ومع كل هذا أي خوف راح من حياة التلميذ هذه الخلوة في الجليل مع التلميذ تعتبر فترة إعداد للتجهيز الأكبر من خلال خدمتهم بعد يوم الخمسين بالحقيقة أن المسيح طلب من التلميذ أن يروحوا أو يسبقوا إلى الجليل راح يلقيهم هناك حتى يختبر طاعتهم وشو اللي بيثبت للتلميذ المشوشين أنه راح يتقابل معهم في الجليل ليشدد أيضا إيمانهم فالجليل هي بلد البدايات وذهب يسوع المسيح إلى الجليل شيء خامس بتظهر حكمة وذكاء بالغ من يسوع المسيح فالمسيح العالم بكل شيء كان يعلم حالة التلميذ التلميذ كانوا في حالة الخوف كانوا في حالة اليأس وكانوا في حالة التشويش فالمسيح كان لازم يطلعهم من المكان في أورشاليم مكان الرعب ومكان الخوف يختلي فيهم أيضا في الجليل وهذا اندل على شيء بدل على حكمة بالغة شيء آخر ليش المسيح طالب يشوفهم بالجليل يعني إعادة تشكيل المجموعة وإعادة الإصاغة للتلميذ مع كل النبوات المذكورة عن موت وقيامة يسوع المسيح ومع إنه شافوا المسيح في أم عيونهم وهذا دليل مهم جدا مرات بقول كان المسيح يوبخ يعني قساوة عدم إيمانهم والقساوي البعض شكوا فالمسيح كان لازم إعالج هذه الأمور بإعادة تشكيل المجموعة ولسيما واحد مات انتحر اللي هو يهوذة الإسخريوطة التاني محطم بطرس اللي أنكر يسوع المسيح وتومى مش معروف وين كان عم بعاني من وحدته وتساؤلات كثيرة في ذهنه فجمع التلميذ في الجليل حتى يتذكروا أمجاد الخدمة في الجليل والشركة الحلوة مع التلميذ في الجليل ويبعدهم عن مكان العداء مكان العداء اللي هو في أورشاليم حتى يختلي في التلميذ بدليل أنه حتى في إصحاح 21 طلب منهم أن يلقوا الشبكة في الجهة اليمنى وصادوا سمك كتير 153 سمكة ولما طلعوا من الماء شافوا المسيح محضر وجبة عم بيشوي سمك وعم بيعد الوجبة وبيتكلم معهم وهذا طبعا شيء ودليل مهم جدا يكون معهم شيء سابع أحبائي ليه المسيح راح للجليل بحسب اعتقاد العديد من اليهود لأنه المسيح مات في أورشاليم ودفن وقبره في أورشاليم كانوا بيأمنوا أنه الروح بتحوم لعدة أيام قبل ما ترجع إلى الخالق فطبعا المسيح حتى يعني يبعد كل الشكوك أنه الظهور كان ظهور روحي مش يعني قيامة الجسد يعني كأنه شبح كأنه شبح وهذا الاعتقاد أحبائي أنه على الأقل تلات أيام بيعتبروا أن الروح بتحوم حول القبر مكان الميت بتتذكروا أنه يسوع مكث يمين وبعدين راح يقيم العازر كان في اليوم الرابع بعد ما أنتن يعني خلاص كل الأدلة أنه أنتن وبحسب اعتقاداتهم أن الروح ما عدتش تحوم في هذا المكان فالمسيح في كل الظهورات عم بيوضح أنه قيامته كانت في الجسد وأنه ظهر في العلية للتلميذ وهو أيضا في الجسد وأنه لما ظهر في يوم الأحد المقبل لتومة قال له تعال إلمس يعني جس مكان الجراح وفي الجليل أكل مع التلميذ وفي أورشليم أكل مع التلميذ فإذا كانت قيامه في الجسد حتى يبعد أي شكوك يقولوا أنه بيتهيئ لهم هلوسين الجماعة عم بيتهيئ لهم أنه روحه عم تظهر عم تعمل فالأمر كان لازم يكون أربعين يوم حتى يزيل أي شكوك أي مخاوف أي احتمالات أخرى من خلال وجود يسوع المسيح مع التلميذ بقيامته من الجسد وأخيرا أحبائي هؤلاء الجليليون هم اللي آمنوا بيسوع هم الذين اتبعوا يسوع هم اللي عاشوا مع يسوع المسيح حتى لدرجة أنه مكتوب في أعمال واحد يعني كانوا مش مدركين كل الأمر الجليليون تبعوه إلى جبل الزيتون وسألوه يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أرشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وبعدين سحابي ظللت واختفى يسوع صعد إلى السماء والتلميذ بعد عيونهم شاخصة إلى السماء فوقف رجلان يعني ملكان وقال أيها الرجال الجليليون يعني حتى تبعوه رجعه من الجليل إلى جبل الزيتون في أرشليم ورأوا صعود يسوع المسيح أن هذا الذي ارتفع عنكم سيأتي ثانية بنفس الطريقة بنفس الأسلوب وهذا أحبائي اندل على شيء أن المسيح بعد القيامة ما ترك التلميذ عالج عدم إيمان تومة عالج بطرس اللي أنكره ورد اعتباره ورد كرامته ورجع يعني أيده بالخدمة بقوة حضوره وقال ارعى خرافي وحدثت أمور كثيرة في الجليل إن شاء الرب في حلقات أخرى منشرح عن ظهورات يسوع المسيح في الجليل اللي عاوز أقول أحبائي رغم كل هذا بتشوف محبة المسيح بتشوف صبر المسيح وبتشوف إنه المسيح اللي وعد بطرس إن يكون صياد ناس وعد بطرس يعني من خلال اعترافه يبن الكنيسة المسيح كان لازم يكمل الهدف من حياة في حياة التلميذ فالمسيح لا يتركنا يتامى ولا يتركنا نتخبط في الظلمة ولا يتركنا في حالة اليأس أو الخوف ولا يتركنا في حالة الفشل وفي حالة التشويش إن الرب يسوع حي لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هوها هنا لكنه قام كما قال هو يسبقكم إلى الجليل وربما الآن بتعاني من حالة اليأس من حالة الخوف من حالة الفشل من ظروف صعبة وقاهرة في حياتك شو رأيك اليوم أسرع طريق إلى الرب تقول له يا رب سامحني يا رب ارحمني يا رب خلصني يا رب نجني بتعرف هاي الصلاة والطلبة السريعة بيجي بسرعة لأنه مكتوب كل من يدعو باسم الرب يخلص بيجي لحالتك إلى ظرفك لكن محتاج أنك تسلم حياتك للمسيح تدرك أنه الله بحبك وتدرك أيضا أنه الخطيئة فاصلة وأنه الرب اتعامل مع الخطيئة حسم الأمر بموت يسوع المسيح الكفاري على الصليب وبررنا بقيامته عندها أحبائي أعطانا الرجاء المبارك والحياة الأبدية كل ما علينا ندخل في دائرة المسيح نثق في عمل المسيح ونحط إيماننا في يسوع المسيح هل تفعل هذا الشيء بحب أسمع منك شارك هذا الفيديو يعني بعتلنا كمان هيك يعني رسالة حلوة إذا أنت طلبت الرب وخلي غيرك يشوف اللينك وشجع آخرين أنه يشاهدوا هذه الحلقات بصلي من كل قلبي أنه اليوم أنه المسيح يطراء في حياتك ويعطيك النعمة نعمة الغفران وبركة الخلاص والحياة الأبدية ربنا معك نعمة الغفران